بسم الله الرحمن الرحيم هنا المدرسة الربانية كتلة قلوب تحكمها قيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا في كتاب مختصر منهاج القاصدين وهذا فرع التزكية من مدرسة ربانية فرع التزكية من مدرسة ربانية نقدم مختصر منهاج القاصدين انتهينا من الربع الأول من الكتاب ربع العبادات وندخل في الربع الثاني من الكتاب ربع العادات وأوله باب في آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك يقول الشيخ عليه رحمة الله وآداب الأكل منها ما هو قبله ومنها ما هو مع الأكل ومنها ما هو بعد الأكل فمن القسم الأول الذي هو قبل الأكل غسل اليدين قبل الأكل كما ورد في الحديث لأنها لا تخلو من درا قال في الهامش وحقق الكتاب وكل ما ورد في غسل اليدين قبل الأكل ضعيف كما جزم به الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض فإنه أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رفعه على المائدة هذه سنة وهو أدنى إلى التواضع يبقى حكتين من فوائد وضع السفرة على الأرض لا على المائدة السفرة على الأرض أقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان مرفوع صلى الله عليه وسلم وإنما أكل على سفرة السفرة في الأرض وهو أدنى إلى التواضع فيه شيء من التواضع أن لا أحد يعد في الأرض هو بيأكل ومن ذلك أن يجلس الجلسة على السفرة فينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله برضو موضوع جلسة الطعام الحديثها ضعيف وليس بصعية وإنما هذه فائدة مهمة أن ينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله تعالى ليكون مطيعاً بالأكل ولا يقصد به التنعم فقط لماذا نأكل هذا موضوع مهم هل نحن نأكل لنعيش أم أننا نعيش لنأكل لا هذه ولا تلك إننا نعيش لنعبد فنأكل عبادة نعيش لنعبد دليلها واضح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أما أما نأكل لنعبد فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإنما الأكل فقط لكي يقوم الصلب بين يدي الرب لكي أستطيع أن أقف لأصلي هذا هو الهدف من الأكل لو أن الإنسان يستطيع أن يعيش بدون أكل لو أن الإنسان يستطيع أن يعبد الله بدون أكل لكان ينبغي له ذلك كان أحد السلف مالك ابن دينار كان مالك ابن دينار يعمل في كتابة المصاحف فكان يكتب المصحف ويعطي ثمن المصحف أربعة دراهم عند البقال ويأخذ منه كل يوم رغيف وحبة فقط فكان يوضع ثم كان يقول والله لو أن هذه تكفيني يشيل حصاه من الأرض يرفع حصاتا من الأرض ويقول والله لو أن هذه تقيتني تقويني على الصلاة على العبادة يعني ما عملت بيدي للدنيا قط وكان بيكتب مصاحف فما بالك اللي بيروح شغل من تمانية لثلاثة يتعامل مع نعوذ بالله من شرج الخلق وموصلاته ينبغي أن يشهد الله من قلبه أن هذه ضرورة ولو أنني أعيش بدون أكل لما عملت بيدي للدنيا قط افهم هذه فإننا لا نأكل لنعيش ولا نعيش لنأكل وإنما نعيش لنعبد ونأكل لنعبد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لا محال تفاعلا فسلث لطعامه وسلث لشرابه وسلث لنفسه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه بحسب ابن آدم لقيمات لقيمات يعني يا شيخ أحمد جمع لقيمة تصغير لقمة يعني كم لقمة صغرنانا يقمنا صلبه يوقفوه على رجليه قال لا يقصد به التناعم كنا معزومين عند أخ وعلى الله ما يزعلش بس وسبحان الله العظيم محطوط في وسط الأكل صينية ضخمة كده عليها صلطة بس موضوع الصلطة بقى موضوع مش عارف الجزر متقطع ازاي والطماطم متأورة ازاي والخيار مرصوص ازاي راسة هندسية تاخد لها ساعتين تلاتة راس اللي عايز يا كل احنا ما بنقولش ان ده حرام لا وبنقولش ان هو مكروه برضو لا من المباحات بس قصد زوجة تقعد لها ثلاث اربع ساعات تروس في شوية صلطة ده للتناعم اما اللي هيكل فالله يرحمه احد اصدقائنا كان يمسك ربطه تجارجير ومن الوسط نظام عيزي هكذا الذي يريد ان يأكل ما يقيته ما يقيمه على قدمي ليعبد الله اما اللي عايز يتمزج بالاكل بقى وحط المزة دي وجنبها دي وزبط دي ويعمل دي ويعدل دي ده ناس ده تنعم ده تنعم سبحان الله العظيم ما زالت بعض اهلي تتندر علي اني قلت مرة حين قلت لها كلي قالت ما ليش نفس ولتوا احنا بنكن للنفس احنا بنكن عشان نعف على رجلين خلاص ما عادش موضوع النفس ده بقى ناكله خلاص كل من غير نفس ولازم في نفس يعني للأكل هكذا اللي عايز يأكل عشان يقف على رجله اما اللي هيأكل لمزاك بقى ريحت الأكل ريحت أكل مين يا عم احنا احنا زينا ندخل الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب لا يقصد بي التنعم وعلامة صحة هذه النية اخذوا البلغة دون الشبع يبقى يأكل اللي يمشي مش لحد ما يشبع قال النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم يعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لأكلات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فسلس لطعامه وسلس لشرابه وسلس لنفسه لنفسه والحديث في الترمذي بإسناد صحيح ومن ضرورة هذه النية اللا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع سبحان الله ما يمدش يده على الأكل إلا لم يكون جعان أصل اللي عايز مشاهيات حواليها شوية صلطة وشوية مخلل وإزازة بيبسي وده راجل مش جعان دخل على أحد السلف فوجد عنده خبز خشن خبز شعير خشن فقال هل تشتهي نفسك قال لا قيل وماذا تصنع قال أتركه حتى تشتهي قالوا أنت بتقدر تاكل ده أقول لا طب وعدين قال بسيبه لحد ما نفسي تشتهي ما هل نفسي لو جاعت هتموت مجوع تعمل إيه تشتهي إيه أي حاجة تاكل أي حاجة أحياناً الإنسان يأكل وأهلوا في البيت يقولولهم مش هنسألك الأكل حلوة ولا وحش ليه؟ أصلي أنت جاعت والجاعت أي حاجة تبقى حلوة أي حاجة تبقى لذيذة في فمه فلذلك ينبغي الإنسان ألا يقدم على الأكل يا جماعة جعلوها قانون أنا قلت لكم في بداية الكتاب ده عايزين قانون القانون الأولاني اللي حطناه في أول الكتاب ده أن يحضر قلبك فيما أنت فيه يعني ونراكع يبقى قلبي في الركوع فكري وتركيزي وعائلي في الركوع ونساجد فكري في السجود ونصايم فكري في الصيام وننايم فكري في النوم أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي خذ القانون التاني ده ما تكلش غير لما تجوع وما تنمشي غيرا ما تضطر لما يغلبك النوم يبقى ألز نوم وألز أكل خلوها دي قانون القانون الأولاني أحضر قلبك فيما أنت فيه دون غيره القانون التاني لا تأتي ما يشتهى إلا مضطرا لا تأتي ما يشتهى إلا مضطرا تفوز بلزتي كتير من الناس بيحارب عشان ينام الدنيا حر لمندول واحد مش عارف ينام ما تنامشي حر ما تنامشي تفضل صحي لحد ما يغلبك النوم ما تنام بقى ما انتش دريان بحر ولا برد أحيانا الواحد فعلا لما يغلبه النوم يؤم النوم هيختنق من العرق اللي مغرق داخل عينيه وداخل مناخيره وداخل بقه وقوم الشدريان مدي إيده يجيب الفوطة وهو نايم يمسع العرق ويكمل خلاص هو ده جي النوم لكن اللي بيحارب بقى افتح شبيك لأ شبيك هتدخل نور طب يعمل مروحة طب المروحة عاملة صوت طب نشتري تكييف والتكييف بالتأسيط النهاردة وخمسين جنيه في الشهر والعملية تمشي يا عم هو النوم حيث شغلنا رخر فلا تأتي ما تشتهي إلا مضطرا يقول أحد الدعاء وأن لمن لزع واقع الإسلام قلبه أن يأتي شهواته إنه لا يلتفت إلى مسائله الشخصية إلا وهو مقرأ شفاضي واقع المسلمين ما يسمحش أن نحن نعد نسترسل في الشهوات من ضرورة هذه النية أنه يأكل تعبد أن لا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع وأن يرفع يده قبل الشبع ومن فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب دكتور إباء ومن ذلك من أداب الطعام أن يرضى بالموجود من الرزق ولا يحتقر اليسير منه سبحان الله العظيم القصة دي أنا قلتها كثير قلتلك عمرك شفته غني بيحقد على فقير أنا شفت قلت أن أنا كنت ماشي مع واحد من هؤلاء الأغنياء فعربيتهم منص مليون ورايحين لمزرعته اللي بكم مليون وإحنا معديين مجموعة من الجماعة الفاوعلية مش عارف فاوعلية دي ماشي عندك ولا مش ماشية لما بيشتغلوا باليومية يعني قاعدين على الرصيف كده كانت الساعة قول عشر الصبح فقال لي وما نزل قاعدين كده ليه في ميت ولا ليه قلت له لأ ده دول لك فاوعلية بيشتغلوا باليوم باليومية يعني يوميتهم كام قلت له واحد يوميته عشرة جنيه قال لي طب إيه رائق من يديهم كل واحد عشرة جنيه ويروحوا النهاردة لولادهم قلت له الله جميل قال ماشي فانزلنا وراح مطلع فلوسه كل واحد عشرة جنيه عشرة جنيه صارت روح تقعد جنب ايالك النهاردة اشتغلش ماشي هاصل طبعا بالعشرة جنيه وقاموا جري بعد مركبنا العربية وماشيين قال لي شوفت الواد اللي قاعد عن رصيف بيأكل ساندويتش فانتم فانتم ده يعني فول على طعمية الساندويتش معمول طعمية ومفروم عليها معمول فول ومفروم عليه طعمية كده قال لي شوفت الواد بيقطن في رغيف ازاي ده انا لو كالت ساندويتش زي ده ارقط فيها شهر انا الراجل بيتكلم بمنتهى الحقد ساندويتش ممكن يكون اللي بيأكل ده شوف العربية شوف الرزمة اللي بيوزع منها شوف كله بيحقد على كله لكن اقصد ان ساندويتش الفول والطعمية اللي الراجل بيأكله بيفكر ان الباشا ده ميرضاش يأكله بيحتق هو بيحتقر احيانا تقول لحد كان معايا حد من الغلابة احنا ماشيين فكانت الدنيا صبح فبقول له نفطر فول وطعمية قال لي فول وطعمية يعني احنا نقصين فول وطعمية اه ده كان في مك كان في مكة خرجنا من الحرم بعد الضحى فمعدين على المحلات اللي هي تحت أبراج مكة يا رب ما تحرمناس من الحج والعمر يا رب فالناس عندهم فول وطعمية نجيب فول وطعمية هل يعني احنا وحسنا الفول وطعمية احتقار الزات ده غلط ما لها الفول وطعمية ما لها الجبنة الأريش والجبنة الأديمة والمش ما لهم ليه ما لا تحتقر الزات لا تحتقر الزات اي طعام الرسول صلى الله عليه وسلم دعية الى خل فاكل خبز وخل وقال نعمل ادام والخل نعمل ادام والخل وكل خبز بخل عمرك كلت بخل يا ابني احنا زمان عملناها لما عزمنا الاخوة ووكلناهم عيشوا ملح كل واحد قدامه شوية ملح ورغيف كل يا ابني هي دي العزومة اه كل وفعلا والله عملتها واقسم بالله عملتها والاخوة ما زالوا يتندرون به عزمنا جعيشين تلاتين اخ وكل واحد قدامه رغيف وملح كل رغيف ده بالملح كل طبعا هاكل وحاف لا بملح لازم تأكل تربية نوع من انواع التربية احنا نقدرش نعملها دلوقتي طبعا زمان كان الاخوة متربيين الشاهد اه ان لا يحتقر اليسيرة منه وان يجتهد في تكثيل الايدي على الطعام ولو من اهله وولده برضو بالمناسبة في اعتكافات اه اه اوائل التسعينات في واحد وتسعين 92 في مسجد الرحمة في الهرم عملتها فطرتهم يوم طعمية وسحرتهم يوم تمر فقط ويوم عيش حاف تربية يحتاجين نتربة يحتاجين يكون لنا فاعم لقيمة الدنيا الدنيا الفلسو لا يحتقر اليسير وان يجتهد في تكسير الايدي على الطعام ولو من اهله وولده ان يجتهد في تكسير الايدي على الطعام كلما كسرت الايدي على الطعام كلما زادت البركة ولو من اهله وولده بقى اتقافة يا جماعة وده اللي انا بقوله النهاردة ان احنا محتاجينه بقى اتقافة يا جماعة وده اللي انا بقوله النهاردة ان احنا محتاجينه اعادة الاسرة وجود الاسرة ده الاجتماع الأولاني للوصول إلى الأمة إعادة الأسرة لأب وأم وأولاد وبنات يعودوا على المائدة الصبح الفطار كله يصحى يفطر مش كل واحد لما يصحى يفطر يعودوا على الغدى مع بعض الكل يتغدى يعودوا على العشى مع بعض الكل يتعشى أو على الأقل واجبة ولا واجبتين في اليوم يجتمع عليهم الأب يشوف ولاده ويتبعهم والأولاد يحترموا موعد الطعام أما النهاردة كل واحد بالدليفري يبعث يجيب أكل ويأكل في قطة ده كلام فارغ ضيع الأسرة تكسير الأيدي على الطعام من السنة هذا هو القسم الأول قبل الأكل القسم الثاني في الأدام حالة الأكل أن يبدأ ببسم الله في أوله ويحمد الله في آخره في بداية الأكل يقول بسم الله قال صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك أن تقول بسم الله هناك رواية بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقلنا عذاب النار في الطعام الذي مسته النار اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقلنا عذاب النار الشاهن يبدأ ببسم الله في أوله ويحمد الله في آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها سبحان الله العظيم في أسهل من كده في الرضا ربنا يرضى إنك تأكل تقول الحمد لله تشرب تقول الحمد لله سبحان الله العظيم اللهم ارزقنا رضاك يا رب ومن ذلك أن يأكل باليمنى يا غلام سمي الله وكل بيمينك الأكل باليمين مش سنة فرض الأكل بالشمال مش عيب ده حرام وينبغي أن يشهر هذا بعض الناس بفكر إن الأكل باليمين يقولك أنا عارف إن الأكل باليمين سنة بس أنا متعود أكل بالشمال لا مش سنة ده إيه ده فرض الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال والحديث في صحيح الجامع لا تأكلوا بالشمال ولا تشرب بالشمال ناهي ناهي تحريم ابنك الصغير الطفل لما ييجي يأكل بالشمال رابع على ايده تكونش بالشمال كل باليمين كل باليمين بالطريقة المستعملة في البيت كل بيت له طريقة كخ كده عيب كده غلط ولد عبدالله الصغير ييجي يأكل بالشمال او يشوف حد يقول له كده عيب كبا يتعور ايدك هو سمعها كده حفظها كده خلاص طلعت كده ان هي الاكل باليمين والشربة باليمين عشان ايدك متتعورش الشمال هتتعور تجرح يعني يقصد الشاهد ايه ان الانسان ينبغي ان يعود اولاده انا رأيته اناسا في زماننا من خمسين سنة بقى ها ربط لابنه ايده الشمال وورا ظهره اثناء الاكل عشان يأكل باليمين يوم اثنين تلاتة كل باليمين انا عندي ابنتي كل شيء بالشمال تكتب بالشمال وتكنس وتطبخ بالشمال وتأكل باليمين اليمين لا تستعمل عندها الا في الاكل فقط ضعيفة يبقى ايزا ممكن الانسان الاشوال اللي هما بيقولوا عليه اعثر يقدر يستعمل اليمين في الاكل والشرب يقول لك هواقع على نفسي مرة واثنين هتواقع على نفسك واكاد تتعود الناس بقى اللي بيأكلوها نزاهة بقى انه ماسك السكينة باليمين والشوكة بالشمال ده مش عايز كلام معه الاكل باليمين فرض من ذلك ان يأكل باليمنى ويصغر اللقمة ويجوض مضغها وان لا يمد يده الى الاخرى حتى يفتلع الاولى هذه كلها اداب اداب الطعام وكثيرا قلت ايها الاخوة اني احبكم في الله وكثيرا قلت ان بعض الملتزمين يحتاج ان يعاد تربيته من اول من اول كخ عيب ما يصحش تربية البيت وتربية الوالدين لانه زي ما هيجي معانا في اصول الفقه الدعوي ان في مسوخ من الملتزمين هذه الايام في ملتزمين من دول مسخ لا يمت الى الالتزام بصلة نتيجة انعدام هذه التربية التربية الاصلية اللي في البيت بقى اللي الاب والام كانوا يقولوا للابن ايه كخ عيب ما يصحش دي منها اللي الشيخ بيقول عليها ان يصغر اللقمة ويجوض مضغها كان زمان بيدوهنة في المدالس دي مش عالف الحاجات دي بطلوها وقالك ايه امضوا الطعام جيدا في الفم لكي لا تصاب بعسر الهض كان في كراسة الخط حتى وبا في كراسة خط اللي من دوله انه فيش الشاهد ايه ان تجويد المضغ ويخصد من التلاتة دول تصغير اللقم ان يصغر اللقمة ويجوض مضغها وان لا يمد يده الى اخرى حتى يبتلع الاولى العفة عفة النفس اثناء الطعام ما يبقاش مفجوع نهم ولا يزم مأكولا زي ما قلنا لا يحتقر اليسير فلا يزم مأكولا ومن ذلك ان يأكل مما يليه ده عمر النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يا غلام كل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك مما يليك من قدامك القصعة موضوع طبق مثلا ارز ما تمديش ايدك من ناحية تاني كل من قدامك لكن لو انسان مش قدامه صلطة وما ادي ايده من جب الصلطة من بعيد يبقى مش مش معناه انه ماكلش مما يليه لا هيفضل يأكل مما يليه رز بس امامه اشياء اخر بعيدة عن يديه مش مما يليه ما فيش مشكلة لكن لو اكتفى بما يليه مما يليه لكان هذا ايضا عفة لنفسه هقال كده ومن ذلك ان يأكل مما يليه الا ان يكون الطعام متنوعا كالفاكهة الشيخ بيقول كالفاكهة لانه ما يعرفش ان الطعام بيتنوع ما كانش فيه ساعتها وليأكل بثلاث اصابع امه التلاث اصابع السباحة والوسطى والابهام اللي يتاكل بيهم ومن ذلك وليأكل بثلاث اصابع واذا وقعت لقمة اخذها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت اللقمة من يد احدكم فليمط عنها الازى وفي رواية فلينفخها ثم ليأكلها فانه لا يدري في اي طعامه حلة البركة في رواية ولا يتركها للشيطان كل اللقمة اللي تقع منك وخليك متواضع في الاكل عشان ربنا يزيدك من نعامي اكتفي على هذا المقدار استكملوا اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم هنا المدرسة الربانية كتلة قلوب تحكمها قيم